صاحبتي دخلت علي بتحالب البحر دي تحالب البحر ولا طماطم تقول لي طماطم البحر وأنا أقول لها دي تحالب وإنتي شاطرة في الطبخ اعمليها أعمل إي يا بنتي دي تحالب البحر تقول لي لا لا اعمليها دي سمها طماطم البحر وغليا جدا واليابان والصين بتبع بالواحدة ده الواحدة بره في المطاعم بخمسين جنيه ويلا ياسر عمل وهي لي أعملها لهمش نجرب خدتها منها وفتحت المية وجبت طبق بلاستيك شايفين كمية طينا اللي مطلعة يا نهاري سوح دي بتتاكل إزاي دي؟ نهارا بيض قعد تخسل فيها كده وادلق في المية وحط في مية وادلق في المية الغطة منظفتها ونقعتها في مية عشان تفتح بقها للآخر ولحد ما فتحت بقها وهو ريكو حصل فيها إيه أو بقى شكلها عامل إزاي؟ قعد تخسلها كويس جداً وبعد كده نقعتها في ملح وخل ولمون وعقمتها كويس لحد ما فتحت بقها بصوا فتحت بقها إزاي؟ بقيت بصوا عاملة زي كده قطعة اللحم بصوا شكلها عامل زي الطماطم البحر ولا عارفين أنا كلت حاجة زيها كده زمان اسمها استريديا مش عارفة هي اسمها استريديا ولا طماطم البحر والله ما عارف اسمها إيه لها كده مسمى بس أنا هقولك أنا شايفها إيه أنا شايفها طحالب البحر فتحت الطحالب كده بعد ما غسلتها ونقعتها تعالوا بقى نعمل الخلطة بتاعتها جبت الكابة وقشرت راستهم كبيرة هي راستهم كبيرة هحط عليها بقى معلقة من الكمون وعليها فلفل أخضر شطة زي ما انتو شايفين معلقة حلوة كده من الكمون ومعلقة من الملح واحط شوية بقى فلفل شطة حمرة على رومي كده هضربهم كويس وهجيلكو تيمي دربتهم في الكابة وحطيت ربع كبات زيت بصوا ربع كبات زيت وست لامونات عصريهم بقى ست لامونات كبار لو مفيش لمون كبير عشر لمونات المفروض ان لما سرشت يعني ولقيت الاستريديا دي او طماطم البحر او الطحالب اي ان كان اسمها ايه قولولوا انتو اسمها ايه في التعليقات عشان انا ما اعرفش تمام بتحب اللمون والزيت والتدبيلة اللي انا عاملها دي شايفينها هجيب بقى الخلطة وحط معلقة من الخلطة دي على كل واحدة من طحالب البحر او طماطم البحر او استريديا البحر يعني كانوا عمرها واسمها انا مش عارفها ايه بس المهم يعني هنحط الخلطة الجبارة اللي كلها زيت ولمون وطوم بقى وكمون يا خرابي بصوا انا عايز اقولكم ان هي وهي في الفرن رحتها كانت جايبة اخر الشارع رحت التببيلة كانت جبارة انا ما دقتش الطعم لسه طعم الطماطم دي انا لسه ما دقتهاش زي ما انتو شايفين كده ومشغلها الفرن على درجة حرارة 200 عشان ادخلها الفرن لمدة تلت ساعة ايه المفروض مكتوب ان هي بتتعامل كده ادخلها الفرن لمدة تلت ساعة ونشوف طلعتها وسبتها تبرد شوية وبعد كده حطيتها في الطبق زي ما انتو شايفين بصوا عملها ازاي تحفة جميلة جدا تجيبي بقى المعلقة كده وتحطي لمون وتكلي تجيبي معلقة وتحطي لمون وتكلي انا كنت اجيبي اللمون واكل اخد صص كده بصوا شايفين تحفة انا كنت نصها قبل موضيها لصاحبتي والله كنت فضيعة عايز اقولكو طعمها فضيعة ويا سلام بقى لم تعصري لمونة كده من فوق او ربع لمونة كبر بجد حاجة كده تحفة راح اوضيها الباقي الاحسن انا كده خلصتها اشتركوا في القناة